رغم التداعيات الخطيرة لانهيار قيمة الدينار وارتفاع أسعار السلع التي باتت كالصوت يجلد ظهور العراقيين إلا أن الأمر وعلى ما يبدو ليس ضمن سلم أولويات مجلس النواب الحالي الذي تجاهل إدراج مناقشة هذا الملف ضمن جدول أعماله تدور قيمة الدينار باتت حديثة شارع سوى لدى الكسبة واصحاب الأجور اليومية أو الموظفين الذين فقدت رواتبهم نحو 30% من قيمتها وفقا للنائب أمير المعموري فيما توقع النائب محمد الخالدي أن يصل سعر الصرف في الأسواق عتبة المائتي ألف دينار عراقي لكل مائة دولار مشيرا إلى أن الدوائر المالية على علم بعمليات تهريب العملة الأجنبية الجارية منذ سنوات وأن العراق أمام منزلق اقتصادي سيقود إلى انفجار شعبي قد يتجاوز المشهد العام برمته وهو ما دفع القيادي في الاتحاد الوطني الكردوساني عبد الباري زيباري للتحذير من مغبة السمرار تهريب الميليشيات للعملة مؤكدا أن سيناريو لبنان في العراق ليس ببعيد أعتقد أن الحكومة لا تستطيع تسيطر على تهريب الدولار سوف يزاد الضغط الأمريكي على العراق وسيحصل ما سيحصل لا سمح الله كما يحصل في لبنان عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر أكد أن نائية إجراءات حكومية لمعالجة أزمة أسعار صرف العملات لن تكون مجدية دون الالتزام بالمنصة الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق لوقف أعمال غسيل الأموال التي حاول رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني إبعاد تهمتها عن شركائه وإلصاقها حصرا بالتجار معترفا أن العملة الأجنبية تهرب خارج العراق بأرقام فلكية إخراج هذه العملة بأرقام فلكية يوميا إلى الخارج في تجارة وهمية أو غسيل أموال أو تهريب بعملة ووسط فشل حكومي في السيطرة على تدهر قيمة العملة ومحاولة بحثها عن منجز بعيدا عن التصريحات بغرض التسويق العالمي فإن نسب الفقر فالعراق تواصل ارتفاعها إلى 3% وبشكل متسارع وفقا للمركز العالمي للدراسات التنموية موسيقى